جبتوا ناس رمي يقتلوا فيكم انتوما ماشي في البنايات دونك هذي الناس الجهلة اللي ما تهمش ولي ما عندهش بوعد سياسي وبعض نظر على هذي قلتنا ماذا نحضر معهم نحضر مع الطابقة الواعية في الجزائر اللي عندها نوعا ما وعي وإحساس بالهوية الجزائرية وبالطابع متع الطورة الحقيقية والمطلب الشعبي الحقيقي اللي هو مطلب سياسي وموش مطلب معيشي حتى يعني شوفوا حتى ولا ناطق رسمي انتع روسيا اللي هو سبوتنيك يعتبر ناطق رسمي لأنه وسيلة من وسائل الدولة الروسية في الصحافة والإعلام قال القمع في الجزائر يرتقي إلى درجة حليا ماذا نقول لك أستاذ نحن الخطر منين جاي الخطر الأول أنه الشعب قابل يكون تحت سلطة ومحبش يتصدر السلطة هذه قابل يكون تحت سلطة غير شرعية غير قانونية ما تحترفش بالقانون ما تحترفش ما تحترفش القوانين ليدرتها هي بعد هذا خطر كبير كم ديفولوا الوضاع العالمية الخطر متفاق من الشعب الجزائري العالمية الهدى بالقانونية حتى أن عامنا للمستمتلك مримير قانونية مقفل ومعنات القانونية هناك خطر الأول وكثير من المشاكل أيضا لكي نعيم حكم شرعي وحكم. حتى نحسور وحكم سنحسور وقبت بغير من خطر الوضاعات الدولية ومالية ومستشفق ومستشفق في العالم دونك ستان دونجي على بعض مثلا احنا عندنا ندوب الدونجي عندنا رعيان في البوفور دونك المعفون وصحابه اللي ممتلوله في الحقيقة وهي تعتبر شيرديما يعني في يد الاستعمار يتحكم فيها الاستعمار اللي جام يخرج من الجزائر باش نقولوها دونك الاقدام البيضاء النيو كولونياليزم هما الاقدام البيضاء متحكمين في الجزائر متسلطين في العباد في الريقاب في الارواح في الحياة في الصحة في كل المجالات الشعب انتعنا مسكين عمره لا خلاوه يخرج قيادات سياسية عمره لا خلاوه يفهم السياسة اصلا الا يعني نسبة ضائيلة جدا ما تفوت 30% من الشعب الجزائري عندها وعي سياسي الباقي ربنا ولك الحمد فهم كالانعامي او اضلوا سبيلا يعني براتيك ما منهم الكباش والكباش بارفوة خير منهم في الفهمه على هدي دي ما يروحوا الوضحية والباطوعة هذا ما يحدث في الشعب هذا الشعب اللي يقول له في النهار الخرج باش تكون تاميني بعضك وفي اللي يلقون في الدار باش البوليسية يربوزيو والشعب قبل الوضح هذا شو رعا نقولك استاذ هي باش نلاحقون نتيجة باش نلاحقون 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 هذا أمر علمي سوسيولوجي ما نقدروش نتفادوه على هاتي احنا مبدئيا حاليا نطلبو من الجالية الجزائرية انصدرس ديلكتما وزالجانيان دولتانجي باش نو لزالجانيان دولتانجي انا ان اسپاس لليبارتي عندنا مجال حرية للتنظيم السياسي للعمل السياسي عندنا مجال حرية عندنا ننتقد دونك دو كريتيكي دو نوزورجي يان اسپاس لليبارتي انا ان اسپاس فانانسي اوسي باش نلاحقون كتر من معدل الشعب الجزائري ما نشوفوش الملياردارات اللي في الجزائر اللي خدمهم النظام من معدل الشعب الجزائري الناس اللي عايشين في الخارج المدخول نتاحهم اعلى من معدل المدخول في الجزائر هذا أمر مفروغ منو دونك حدا نقدرو نتشكلي كقوة باش ندافعوا ولا خواتنا في الجزائر باش نكونو احنا درع بوكليي كنتر سيبوور كي تي دو جور انجور ادو جور انجور يلبرون دو جور انجور يلبرون يعني هذا النظام المتسلط كل يوم يتقدم 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 في العلف ويتقدم في الاتطهاد ويتسلط اكتر نحن تساعدنا الإقتصار لنا وأن اشتركوا تقوم بفضل الناس ومع توفر المجتمع فهو ستحركة أي نجرة الإعلامية يجب أن تشرقنا منبار لنظام هذا النام ونحلح هذا الناس في الأسوان ونساعد لنا في المنطق ونحلurersاتنا في المنطقق ونحل ونقم الجزائر من إجراء الحرب عندما قلنا نضع ودعينا إلى كونغرينة الكريا وإن شاء الله ينجح لكونغرين من أجل واحدة صفوف السياسيين الحقيقيين. السياسيين الحقيقيين هما؟ الناس التي لم يكن لديها حسابات شخصية. لأنها لديها حب الوطن وحب خدمة الوطن. تتحدث في قطب واحد ضد هذا النظام المجرم لأنه النظام إجرامي. إنه قوار كرمينال. الناس الآن في نارجيريا هو قوار كرمينال. الناس يقولون أنها قوار كريمينال. بقوار كرمينال كلمونوتيا. لكن كيف أنت جاءك أو إختيك أو إختيك أو إختيك أو إختيك أو إختيك أو إختيك؟ ما كلنا كنت تتحدثة عن كمونوتيا انترنال؟ لا كنت أي شيئ تسمى كمونوتيا انترنالة. أنت تكون تتخذر في دهرك. أنت تتخذر الشرع عليك. кто سأخذلك كمونوتيا انترنالة. أقول لك جميعا لديك الحق لذلك. بسيطة نط بسيطة الانترنسيونال بسيطة الانترنسيونال بسيطة تهمها المصالح لا تهمها الشعب لا تهمها الإنسانية كنت تهمها الإنسانية ما شيء العالم المتطور الذي يرى الزبل من مواد غدائية يستطيع يوكل إفريقيا 40 سنة الإنسانية في العالم سيكذب أيها الشعب الجزائري حقوق الإنسان سيكذب الشعب الجزائري القاوي يستعمل حقوق الإنسان ويستعمل العالمية في كرازيك لا تهمها كما صار في المجتمعات المتخلفة العالم حاليا يعتبر العالم في إجماله متخلف لأنه يحضر السيموسة يموت القانون يموت القانون لما أمريكا تضر عقوبات على دولة معينة ويستعمل ويستعمل حقوق الإنسان ويستعمل حقوق الإنسان ويستعمل ويستعمل حقوق الإنسان ويستعمل